السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة قد يقول قائل لا اله الا الله انقولها ولماذا العمل لماذا نصلي ونصوم ولماذا نزكي ونصبر ونحتسب هذا العمل في اقتسام خيرات الجنة ربي قد يقول يوم القيامة ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها باعمالكم العمل الصالح ديالكم فالعمل الصالح يزيد وينقص كما ان الايمان يزيد وينقص فالسراشد الوليد في القبر دياله محتاج الى المزيد من الحسنات اذا مات ابن ادم انقطع عمله انقطع شوف رحمة الله الوسعة يقول لك عمر ربي مكسد الباب شوف المنهج الربان الالهي الباب غير مغلق اياك ان تغلق الباب على الخلق خلي دائما الممني لدوس دائما خلي واحد الانفراج شوف ربنا يعلمون هذا المبدأ اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث الولا صدقة جارية صدقة جارية ما هي هي انسان يحفر بئر الحمد للقناة واحد ظاهرة جميلة في السنوات الاخيرة مجموعة ديالناس يقول لوا يحفروا البير عداد ديالناس من الصالحين والصالحات يقوموا بصدقة جارية للولدين ديالهم خصوصا مع مراحل الجفاف وبعض الاماكين اللي فيها امطار وتساقطت قليلة خصوصا في الجنوب شحال ديالناس 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 يمشي ويحفروا غير مؤخرا مع شاحباب شنان يرود العمل فكلقوا كل منطقة والحفير ديالبير يختلف مثلا في الاقاري من الجنوبية تارودانت وما حولها الما عندهم بعيد لان الامطار والتساقطات تعطلات بزاف فمن اللي يحفروا البير يلقوا تقريبين ميتين حتى ميتين وخمسين متر عدد يلقوا الماء والحفر دياله شاق الارض قاصحة وخصوه احد المطور يطلع للماء ومن اللي كتحسب الكلفة الاجمالية كتلقا غالية كتلقاك يوصل ل اتناشر مليون ستاشر مليون عشرين مليون صعيب مكلف وكتكون وزار ديالتجهيز كتقوم بعمية الحفر حتى سمعت بان تقريبين ديالي المحسسومة حوالي الف وخمسمائة متر الف وخمسمائة درهم من المتر وضربة في ميتين او ميتين او ميتين خسين متر ودوك العطاشة اللي هم مولد البلاد كيخدمو كيقدر يخدم ب اه 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 ستمية درهم سمعمية درهم لان المبعيد بزاف اماكن اخرى المقرب ميتميترو كيطلع عددك شي بخمسات المليون تقريبا الكلفة دياله وكيلي عندهم المقريب جدا فهذي صدقة جارية الحمد لله في سنوات الاخيرة مجموعة ديال الصالحين والصالحات ولو كيمشون البوادي وكيمشون القرى النائية خصوصا لعدهم الجفاف وكيحفروا واحد البير وكيستفدونوا الناس والكثير كيمشون احدى المدارس العتيقة حيثو الناس محتاجين الماء ديال الوضوء وديال الغسل وديال النظافة والشرب وغيرها فهذه صدقة جارية اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من صدقة جارية كحفر الابار وقد يكونو كزرع كلكي زرع جانب الترق كذير الكروم والاشجار اللي جاي يكل واللي جاي شرب صدقة لله هذي كتسمى صدقة جارية وكيلي كيبني مدرسة وكيين بعض الصالحين في المدن الكبرى داروا وقف لمحلات محلات كتقى الشوات كيبني عمارة وكيشف سفلي عنده وحد الناس فيلك ولدسة اهبوه مدرسة للتعليم الاولي لابناء الفقراء يا ما حضرته مع بعض الناس كيمشوا الاوقاف لويزاراق يقولوا دلنا وقف بش يبقى هذا الامر لا يباع ولا يشترى ابقى دائما وقفا على ابناء الفقراء للتعلم الاولي وكيشف شي جمعية شي جمعية مباركة ناجحة كيدي لها ميطاق ان تكلف بهذا العمل دون ان تبيع دون ان تشتري دون ان تفوض وتبقى دائما نفس الهدف هذا كله اعمال خيرية اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به علم انسان در علم اما خلى كتب خلى اشريط اليوم عدنا الحمد لله المواقع الالكترونية من احسن الامور التي انسان يسجل فيها يسجل فيها ميراته لان هناك الميرات الحقيقي هو العلم اما الدنيا غيا غيسالي وغيا ضاع العلم كان ايام زمان تكتب في الاوراق الصفراء ملباد ولا في التسجيل من بعد ولا في اقراص اليوم كين في المواقع الالكترونية موقع الالكتروني كيخبي المعلومة سنين وسنين وهنا واحد تنبيه الناس اللي كيعمروا المواقع الالكترونية بكلام فارغ او بالسب والشتم او بقضايتها فيها كيبدرو وقتهم ووقت الناس هاد المواقع الالكترونية نعمة ربي عز وجل لا اتاح هاد فاد العصر كل عصر ربك يعطيه نعمة العصر السابقة يعطيه الله نعم اخرى كالي يعطيه الهواء انقي كالي يعطيه الصحة والعافية كالي يعطيه السلامة كالي يعطيه الهدوء والبركة في الوقت كل زمان يعطي الله بركة احنا زماننا هادا طبعا كين الضغط وكين الاختناق وكين كده ولكن عدنا بركات من نوعين اخر من هاد الفتوحات العلمية دي المواقع الالكترونية مثلا نعمة هادا علم ينتفع به انسان يسجل شعجم زيانة ويخليها في المواقع وينتفع بها الناس وكل من قرأ واستفاد يترحم عليك اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا مثالات صدق جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له لما عنده شيء عنده واحد الولد وربه ربه تربية حسنة الولد مقصود به ذكر او انت ربهم تربية حسنة قرهم احسن قراء او على الاقل غير غير خلهم ناس صالحين فكل ما فعله من صلاح الا وله النصيب حتى اذا ركعوا وسجدوا وقرأوا القرآن له النصيب لنهو اللي علمهم الصلاة أبهما علموا الصلاة وعلموا الصيام وعلموا امتدوة القرآن كل ما فعله من حسنات وخاوة لا يدري للاب والام نصيبه وهنا واحد الحرص خاصة الاب والام يعلموا ولاده الصلاح وإلا يلعلمهم الفساد وسب الدين وعلمهم الجريمة والخطئة رقي يخذ النصيبته وكذلك فالإنسان يحرص عليه تربية او لا تربية حسنة هذه كلها خيرات الميت يموت ينقطع عمله لكن الله تعالى يفتح له ثلاث نوافد تبقى دائما شغالة على طول حلقة حساب بنقي مفتوح على طول صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو لهم فأسأل الله الكريم اخي راشد ان يرحم والدك وان يسكنه فسيح الجنات وان يجعله في اعلى عليهم مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحاسون اولئك رفيقة والله يحفظك الولدات اترح فيهم البركة ويكون ان شاء الله تعالى من اهل الخير واهل الفضل واهل الدين والتقوى واليقين واسأل الله تعالى ان يحفظ الجميع ويبارك في الجميع اللهم امين يا ربي كريم السلام عليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم مسافر pal pier التي اترت لي س Analytics السلام complic اهل � gefunden المرحب مرحب مرحبس يا اللباس خير .하게ت أني بك giggles أليست hatten تنبي أ préf автомات لد same dois Fighting him الله 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 وضع team him اللهي رحمه وسأله الرحمتي acağım الآن يتأتي الأولى متنبي نعلم السلم كاملة لا ينطلق منك شكرا لك أخي رشيد بارك الله فيك بارك الله فيك أخي رشيد كنشكرك وتحية كبيرة لساكنة إقليم وجدة التي صارت مفخرة بين المدن المغربية بكثرة مساجدها وكثرة علمائها ودعاتها بارك الله فيك أخي رشيد والحمد لله الساكنتها صار أكثر إيمانا ويقينا كما اسمعنا السراش الدب الآن شوف الرؤية دياله أنه لم ينسى وليده بعد أربع سنة وأربع أشهر من الوفاة لم ينسى الوالد ويطلب له دعوة الخير سراشيد أخي عظم الله أجركم وإن لله وإن إليه راجعون لله ما أعطى وله ما أخذ وكلش عنده بحسما ونسأل الله تعالى أن يرحم الوالد إن شاء الله تعالى غدك المرحوم لأن كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كل من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه فهو من أهل الجنة بإذن الله أي نعم في الحديث أدخل الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة